أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن استئناف الرحلات الدولية في مطار الريان الدولي بحضر موت ابتداء من 7 مايو القادم بعد أسابيع من استئناف تشغيل المطار عقب سنوات من التوقف وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا سيتم تجشين الرحلات الدولية من مطار الريان إلى مطار جدة في السعودية ابتداء من 7 مايو أكدت السعي إلى فتح مزيد من الوجهات الدولية من المطار خلال الفترة القادمة وتقديمها كافة التسهيلات المطلوبة لأي شركات ترغب في التشغيل لأي مطار من مطارات الجمهورية وبما لا يتعارض مع أنظمة وقوانين الطيران المدني